أهلا بكم أعزائي السادة المشاهدين في برنامجكم صحة المواطن النهاردة تجميل الأسنان وجمال الأسنان بيتحاجم هما جدا في علامنا هذا علشان كده النهاردة خلينا أبدأ معاكم بكصة جميلة أحكي لكم بس عنها عن تفاصيل كتيرة أو موجودة في العالم التجميل خاصة بالأسنان يمكن يكون أي حد في الدنيا في طبيعته يتقبل أي شيء في الجمال ولكن لا يتقبل شيء في تشويه الأسنان بمعنى صح لو أي حد فينا تقدم لأي وحدة لازم أي حاجة يسامح فيها يسامح ممكن فيلانسيز موجودة يسامح في أي حاجة شعر موجود أو مش موجود مش هيفرق معاه لكن حاجة واحدة ما يقدرش يسامح فيها لو أسنانها وحشة ولو هو أسنانه وحش طبعا مش هتفرق الأمر في أي شيء إلا الأسنان علشان كده زراعة الأسنان النهاردة كانت بتمثل حاجة مهمة جدا ويمكن لما تكلمت على تجميل الأسنان في البداية يمكن الناس أثارت فيهم خاطئ إن إيه علاقة ما بين زراعة الأسنان والتجميل ودي هنوضحها أثناء الحلقة لأن حاجة مهمة جدا خليني أقول لكم حاجة بسيطة جدا مهمة جدا للغاية النهاردة إن أنا في يوم الأيام كان في حد مريض جال للعيادة كان بيقول لي أن دكتور عايز أعمل بوتيكس وفيلر فكان السؤال بتاعي ليه؟ أول سؤال بسأله أنت عايزة تعملي بوتيكس وفيلر ليه؟ لما عايزة تعمل بوتيكس وفيلر بتقول لأستاذ دكتور أنا حاسة إن في تجعيد في المنطقة اللي حوالين البق وحتى الابتسامة بتاعتي مش كويسة فكانت الرد عليها إن أنا أصلا قلت لها ممكن نشوف الأسنان أو نشوف البق فلما فتحت بقها وشفت الأسنان اللي قيت إن عندها أسنانها من فوق مش موجودة يعني في الأسنان بس الأمامية والدروس مش موجودة ففي انخفاض في منطقة الخدود أسارت على شكل وجملها ومن قدام عندها قصر في الأسنان الأمامية فدي شكلت لها عائق في جمال الشفايف عندها علشان كده النهاردة هنتكلم عن موضوع مسير للغاية موضوع مهم جدا ألا وهو زراعة الأسنان ما بين الماضي والحاضر والمستقبل مع ضيفي الكريم الدكتور محمود سكر مدرس قراحة الوجه والفكين بجامعة حلب بسوريا عضو الجامعية الأمريكية لزراعة الأسنان ومحاضر دولي في زراعة الأسنان أهلا وسهلا بك دكتور محمود منورنا النهاردة في برنامج صحة المواطن أهلا وسهلا بك دكتور أحمد أهلا وسهلا بك يمكن يكون دكتور محمود لما بديت حواري بالتجميل وبديت حواري أنه في علاقة وطيضة جدا ما بين تجميل الأسنان وما بين زراعة الأسنان كلاهما سويا في طريق واحد دايما لما كنت طالب في طب الأسنان كنت بسمع كلمة زراعة الأسنان كنت بأنقضها دايما وغير معترف تماما كدكتور أحمد بموضوع أن هناك لفظ يسمى زراعة الأسنان ولكن غرص الأسنان هي الكلمة الصحيحة للمعنى المنتشر العام عند الناس هو زراعة الأسنان حابب أعرف من حضرتك دكتور محمود إيه هي زراعة الأسنان وإيه الاختلاف لو تتفق معي في هذه الرؤية لأن أنا لما تحدثت مع حضرتك عرفت أن هذا الأمر منتشر جدا بسوريا أنه فعلا فيه تعديل للألفاظ وحابب أعرف إيه هي زراعة الأسنان من حضرتك بسم الله الرحمن الرحيم أنا خليني في البداية أوجه شكري الخاص لك لكتور أحمد على الدعوة الكريمة دي وأتمنى أن تكون الحلقة مفيدة وممتعة لأسادة المشاهدين وإن شاء الله أكون نضيف خفيف الظل عليهم إن شاء الله زرعة الأسنان هي عبارة عن تعويض صناعي يعني إيه صناعي؟ يعني في بعض الناس لها عندها فكرة أنه زرعة الأسنان هو إحنا منحط مادة أو حاجة مع الوقت بتنمو عشان بعدين تيجي سنة طبيعية يأكل عليها آه وده طبعا فكر لا أساس له من الصحة زرعة الأسنان هي عبارة عن حاجة تعويض صناعي مصنوع من التيتانيوم واللي هي عبارة عن حاجة تشبه إلى حد ما المصمار آه تخش جوه العلم ده الجزء اللي هو بيخش جوه العلم وبعدين بعد فترة معينة من الوقت ده بيقدرها الدكتور آه منركب عليها الطربوش أو الكراون أو تاج السنة طبعا زمان كان التيتانيوم ده زرعات من من أول ما تتطرعت كانت من الأسنان الاستيل ده الوقت تيتانيوم وده الوقت في الوقت الحاضر بقيت تلاقي زرعات من الزركونيا أو زرعات من البيك تكون لها مواد متقبلة حيوين عشان الاسم ما يرفضهاش آه زراعة الأسنان ده الوقت بقت الفيرس شويس أو الخيار الأفضل أو الأوحد أو الأميز في التركيبات السبتة طيب خلينا نقول دكتور محمود بدل مثلا ما نروح لموضوع زراعة الأسنان قبل ما ننسى حاجة مهمة للغاية ولازم السادة المشاهدين يعرفوها هل موضوع غرص الأسنان أو زراعة الأسنان بالمعنى المصري أو المعنى العام اللي منتشر فيه جميع الدول أن هي اسمها زراعة الأسنان هل لها مراحل تطور وأن هي تطورت من وضع إلى آخر أم موضوع حديث للغاية لا زرعة الأسنان ده المعلومة اللي هي اللطيفة اللي أنا حابب أقدمها للسادة المشاهدين زرعة الأسنان ده زرعة أديم علم أديم ثاني تخصص من تخصصات الأسنان ثاني أقدم تخصص من تخصصات الأسنان هو زرعة الأسنان بالمعنى أول تخصص أديم كان هو علم الإكسودونشي اللي هو خلع الأسنان طيب الحضرات اللي هي مضت و سابقة لما حد منهم كان يخلع سنة كان يعوض بحاجات معينة يعوض الأسنان طبعا من مواد خشب إلى غيره فزرعة الأسنان ده من الحضرات من ألاف السنين من أربعة تلاف خمس تلاف سنة فزرعة الأسنان هو علم أديم لكن في الوقت الحاضر هو الخيار الأول في التركيبات السادة يمكن يكون دكتور محمود زي ما بنعرفها أن زراعة الأسنان عبارة عن جزء مصنوع من مادة معينة زي ما حضرتك قلت بتكون موجودة أو مغروسة بالعظام علشان يحصل حواليها تكاتف هذا الأمر احنا بفيه سلسلة متتالية وعمليات متتالية بتحصل علشان نوصل للفاينال ريستوريشن أو نوصل للمعلومة النهائية في زراعة الأسنان هل هناك السادة المشاهدين دايماً ما يعرفوش إيه هو الفرق ما بين غرص الأسنان وما بين تركيب الأسنان ودي معلومة مهمة للغاية لابد السادة المشاهدين يعرفوها حابب أسمع من حضرتك إيه هو الفرق ما بين زراعة الأسنان وما بين تركيب الأسنان طبعاً الفرق شاسع للغاية زرعة الأسنان هو التعامل مع منطقة منطقة فقط للأسنان لكن التعامل معها في المنطقة بس فقط تركيب الأسنان اللي هي الكبري هي التعامل مع المنطقة المفؤودة ببرد الأسنان المجاورة أتمنى من الإعداد ينزل لنا صورة من الإخراج نزلنا صورة توضح هذا الكلام موجودة الصورة حالياً على الهوى دكتور محمود لو حابب حضرتك توضح لنا الفرق برؤية للسادة المشاهدين إن يعرفوه إيه هو الفرق في الصورة اللي موجودة قدامنا ما بين الزراعة وما بين التركيب لأن هذا أمر شاسع جداً إن فيه فرق كبير جوهري لابد الإستاذ المشاهدين يعرفوه صحيح أنا زي ما كنا شايفينه على الصورة الصورة اللي هي فوق هو عبارة عن تعويض المنطقة الفاضية اللي هي منطقة السنة المخلوعة بكبري الكبري ده علشان يدخل على الأسنان أو يركب على الأسنان هنضطر الدكتور إنه يبرد سنة قدام ويبرد سنة وراء وفي الأعم الأغلب حتبقى نتيجة البرد ده حيبقى فيه حساسية في الأسنان فغالباً حيطر الدكتور إنه يعمل علاج جزور طبعاً إحنا دلوقتي بردنا سنتين سلام ما لهمش زنب عملنا علاج جزور للسنتين دول وبعدين ركبنا كبري طبعاً والكبري ده لي يعني يمكن عشان كده دكتور محمود حضرتك شايف إن الزرعة عبارة عن حاجة في منطقة واحدة تعوضية يعني محنا مأثرناش على أجزاء أخرى وهذا عشان كده كان الفرق الكبير أو الشاسع ما بين الزراعة وما بين التركيب بالضبط بالضبط هو الزرعة الأسولى اللي تحت دي أصلاً دكتور محمود برضو في حتة مهمة حابب أقولها إن دايماً يجي لك واحد يقول لك أنا عايز أركب أسنان هو في مخيلته اتزراعة الأسنان وفيه العكس يعني فيه واحد يجي يقول لك أنا عايز أركب أسنان وممكن هو يكون المقصد التركيب اللي هو العادي بس في مخيلته حاجة تانية فعلشان كده إحنا بنعرف الأستاذ المشاهدين إن الفرق جوهري ما بين زراعة الأسنان وما بين تركيب الأسنان صحيح لاحظنا إن إحنا في الصورة إن الزرعة دي محطوطة في المكان الفاضي بس نعم إحنا وفرنا السنتين السلام وده طبعاً طيب طيب يا دكتور محمود خلينا مثلاً نعرف إن إن زراعة الأسنان زي ما حضرتك قلت أنا خدت أنا خدت مسافة بسيطة جداً زي الصورة اللي موجودة حالياً يعني أنا بستكر على حيز بسيط جداً وهو مقدار الزرعة نفسها حابب أعرف من حضرتك الصورة اللي موجودة دلوقتي إزاي الزراعة دي الزرعة البسيطة أو الغرصة البسيطة دي بتركب في الحيز الضئيل وفي نفس الوقت بيكون فيها تماسك شديد مع العضل حابب أعرف من حضرتك الصورة اللي موجودة حالياً دي إيه هي بالظبط أو تفصيلها إيه تمام هي عبارة عن ثلاث صور الصورة اللي على الشمال هي نلاحظين إنه عبارة عن ثلاث قطع القطع اللي تحت هي دي الزرعة القطع اللي في النص دي اسمها الأباتمنت أو الدعامة واللي هي بتركب فوق اللسة طبعاً الزرعة اللي تحت دي هي تركب أو الجزء اللي بيركب جوه العضل أما بالنسبة للقطع اللي في النص دي اسمها أباتمنت ودي بتبقى القطعة اللي هي فوق اللسة اللي بيركب عليها الطربوش واللي هو اللي هو اللود يعني اللود اللي بيتحمل كله على السنة بيكون موجود بعد الغرصة نفسها صحيح صحيح بالظبط فعبارة عن إيه عبارة عن ثلاث أجزاء زرعة ودعامة وبعدين عليها طربوش لحظوا إنه الزرعة دي عبارة عن تطور الزرع خلانا خلى إنه يخترع يكون في شكل كبير يعني أو تغير شديد يماثل السنة الطبيعية يعني السنة الطبيعية لها جدر وهو الجزء اللي تحت وبعدين لها كراون اللي هو الجزء اللي في النص والكراون اللي هو طربوش اللي ناسك عليه بالظبط يمكن يكون دكتور محمود الحيز نفسه في مرحلته ووجوده في الشكل الداخلي للأسنان بالمسافة نفسها اللي بتشغلها الزرعة عايزين نعرف كيف يكون الشكل قبل الزرعة والشكل اللي يكون بعد زرعة الأسنان هل المسافة بتزيد بتقل بيكون فيه تضارب مع الأسنان الجانبية للزرعة ولا لا؟ لا طبعا هي المكان فقد الأسنان ده بيتغير مع الوقت يعني العيان أو المريض لما بيخلع سنة المفروض يعمل زرعة على طول اميديات أو يستنى حاجة بسيطة لكن افرض مثلا المريض اضطر أنه يخلع سنة وبالتالي لو استنى على المنطقة دي أشهر أو سنة أو اتنين إلى آخره فبيبدأ المكان مكان العظم نفسه يضمر بيدوب بيحصل له حاجة اسمها بون ريزوربشن يمكن فيه صورة بتوضح دكتور محمود الشكل ما قبل الزراعة وما بعد الزراعة حابين الإخراج بس يوضحنا علشان نوري استاذ المشاهدين أن الموضوع بسيط والموضوع سهل للغاية وغير مثلا أنه بيأثر على الأسنان السنتين اللي بيكونوا بالجنب مش بنأثر على اليوم نهائيا خالص ولكن احنا بنشغلنا كله في الحيز الفراغ اللي احنا محتاجين نعوضه صحيح دكتور محمود يمكن يكون التقدم الهائل في زراعة الأسنان في الوقت الحالي عالم كبير وتطور كل يوم في أجهزة رقمية تطور تقني كبير قوي في عالم الأسنان النهاردة دكتور محمود ما فيش حد فينا مش بيستخدم جهاز الكمبيوتر ما فيش حد فينا مش بيستخدم الكيبورد ما فيش حد فينا مش بيستخدم الشاشة الديجيتال في شغله داخل عيادته داخل أي شغل في حياتنا أصبح معتمد على التقدم التقني المتطور بالتوكلونوجيا الحديثة صحيح حابين نعرف إيه أهم حاجات ظهرت في عالم الأسنان بالتطور التقني طبعا البيزيك دلوقتي في الوقت الحاضر إنك أنت بتكلم في زرع الأسنان البيزيك هو الأشعة المقطعية سلاسية الأبعاد الأشعة المقطعية سلاسية الأبعاد هي اللي بنعمل عليها التخطيط الديجيتال لكن الفيديو شغال معنا دلوقتي نعرف نشرح حضرتك مساء وشهدين ده دي دي الشعة المقطعية سلاسية الأبعاد لاحظوا أنه أنا بعمل دلوقتي تخطيط خطة علاج للحالة أنا هنا بعرف بحط الزرع بمحوة صح شايف هنا في منطقة تخرب عظمي موجودة منطقة خرجات لاحظ أنا شايف أنه في فوجدان في جزء من العظم بالضبط في فوجدان وجزء من العظم في الصورة لسلاسية الأبعاد يعني أنا عارف أنا داخل على الحالة وأنا عارف أنه حشوف منطقتين من التخرب العظمي اللي هي موجودة على الأشعة المقطعية هنا أنا بخطط الحالة بصوا يعني أعتقد أن السري دي أصبحت شي مهم جدا عشان توضح لنا المشاكل اللي ممكن تكون موجودة صحيح أنا بعد ما حطيت زرع الأسنان بعد ما حطيت الزرعتين لاحظت أن هما الزرعتين دول حيبانوا من منطقتين التخرب العظمي وده بيخليني أني أضم في خط العلاج زرعة الأسنان وزراعة العظم وزرعة العظم يعني اللي هو فبالتالي أنا عارف داخل على الحالة ما فيش أي مفاجآت أنا عارف أن أنا جاي مثلا حاخلع سنة بصوا الحالة دي نفسه المنظر الكلينيكية نفس المنظر بتاع بشراسية الأبعب بالضبط فأنا ما اتفاجئتش وده هو بعد المرحلة دي يعني ده الجمال في التطور التكني سبحانه لعالم زرعة الأسنان أنك الصورة بتوضح لك زي ما ظهر معنا دلوقتي كل ما هو موجود في الحالة ومحز الصورة الكليينيكية دكتور أحمد الزرعتين دول موجودين وأنا شايفهم من خلال المنطقتين اللي بتوعها التخرب العظمي فنفس الصورة اللي أنا كنت عاملها قبل الجراحة بمرحلة التخطيط اللي أنا شايف الزرعتين في منطقة التخرب العظمي وبالتالي هنا برضو كمان هنكمل التخطيط شايفين حتى التربوش أنت بتخططله ديجيتال؟ بالضبط لأن أنا بعدما أخلص وضع الزرعات لازم الزرعة دي تبقى في محور صح يكون أركب من خلاله التربوش بشكل أنا شايف أنت حضرتك بتعمل زراعة العظام دلوقتي ولا بتدخل الزرعة حابب أوضح للسادة مشاهدين إيه التركاية اللي حضرتك بتقوم بيها في الوقت ده أنا خلعت خلعت الجدرين كحت العظم عقست العمق وبعدين دخلت دخلت الزرعة شايفين الزرعة هي بين أوي من المنطقة اللي هي اللي هو التخريب اللي كان موجود محل الخراج اللي هو دايما بنقول في عالم الأسنان بنقول يا جماعة أن أي خراج بيكون موجود تحته سنة في الغالب بيأثر على المنطقة اللي موجود بيها صحيح صحيح هنا هنا بدخل الزرعة براتشت بمنول بعد ما دخلتها بال الكنترا طبعا هنا ده اسمه توركرنش أو حاجة بتربط الزرعة جوه العظم وإحنا هنلاحظ دلوقتي أنه في حاجة اسمها التورك التورك اللي هو العزم عزم بيديني بيديني انطباع عن السبات الأولي للزرعة هنا الصورة جاي التوركرنش على الخمسين نيوتون يعني تخيل أنت زرعة بمنطقة تخرب عظمي أنا عندي سبات أولي خمسين نيوتون فدي نتيجة كمت سبات كبيرة شديدة أوي في التخطيط الجيد والمهارة الجيدة في أن أنت عامل توقعاتك قبل ما تشتغل بالزرعة ودي بتيجى عن طريق خبرة في عالم زراعة الأسنان ومش أي حد غير متخصص يعرف ينفذ اللي حضرتك عملته زي ما أنا شفته في الفيديو كده صحيح هو إيه اللي موجود حاليا اللي فيه الدبابيس ده دكتور محمد كده حطينا حطينا العظم وغطيناه بحاجة اسمها ممبرين اللي هي بيسموها غشاء ده بيفصل بيفصل العظم عن الأنسجة أو اللسل المتحركة اللي فوقه وبتيديه فرصة ماها تاكس أو تيتانيوم تاكس أنا شفت إنها رجعت حاجة طبيعية جدا فهو طبعا الواقفة الديجيتال ده مسته إنه هو أولا بيعلي لك يعني أنت بتخش ما فيش مفاجآت أنت عارف إنك أنت داخل واحد اثنين ثلاثة ثانيا بيعلي لك يعني نسبة النجاح للزرعة ليه؟ لك إنه أنت عارف أنت تتعامل مع الوضع الحالي كأنك شايفه على العيان وتشوفته إزاي تطابق الصورة ما بين الصورة سلاسية الأبعاد وما بين العيان الصورة الكلينيكية وده بيخليك إنك أنت تشتغل على حسب الوضع الموجود وإنت تشتغل صح علشان كده أخذ من كلامك دكتور محمود حاجة مهمة جدا أنت حضاك وقلت إن فيه تطابق كبير لابد منه في شاع سلاسية الأبعاد بتوضح لي المخاطر اللي ممكن أعفها علشان كده دايماً زراعة الأسنان مليئة بالاعتبارات اللي المفروض أخذ بالي منها أثناء شغلي في مخاطر ممكن تنتج عن زراعة الأسنان حابب أعرف من حضرتك إيه هي الاعتبارات اللي ممكن بتاخد بالك منها قبل ما تشتغل وهي المخاطر اللي بتخاف إنها ممكن تحصل بسبب عدم التخطيط الجيد لزراعة الأسنان آه صحيح يعني هو في حاجة اسمها أناتوميكالكونسيدريشن أو اعتبارات تشريحية أو في بناء تشريحية لابد أنه إحنا نحترمها في عظام الفكين ويعني لازم ناخدها بعين الاعتبار بحيث أنه إحنا نتعد عن الاختلاطات أو الكمليكيشنز مثلاً على سبيل المثال ممكن يكون العصب اللي هو بتاع الفك قريب قوي من مكان الزرعة فأنا لابد أن أأخذ أو أشوف العصب ده على السوفت وير أو العشعة المقطعية سلاسية الأبعاد وأعمل مثلاً زي سيفتي زون ما أقربش منه بقدر مثلاً 2 ميلي ممكن مثلاً في حاجة عندنا في الفك اسمها المنت الفورامين دي المنت الفورامين غالباً الهوى بسموها السخبة الذقنية بيخرج منها عصب فده العصب عادةً عادةً مش دايماً بيبقى فيه ليه زي لوب أو لفة كده قبل ما يخرج من العظام فأنا لو ما خدتش بالي من الأشعة من التخطيط لو ما خدتش بالي من الأشعة وأخطأ الطبيب وهف القناة العصبية أو هف ما يمر من القناة العصبية أو هف أي شيء إيه هي الحاجات المحتملة اللي ممكن تحصل للمريض لا لا هتبقى هتبقى مشكلة جامدة لأنه هتبقى هتبقى فيه أزية أو ضرر أو دامج للنير وحيبقى فيه تنميل وممكن التنميل ده يبقى تنميل مستمر دايم يعني بمعنى أنك أنت زي الإحساس اللي أنت بتاخد بعد أي حقنة بنج هتبقى مثلا شفته دايما ململة هيعيش حياته كلها وشفته ململة فطبعا البنى التشريحية دي اللي هي فيه العظام الفكين احنا مش عايزين نخوف الناس من الموضوع قوي لا 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 الموضوع سيمبل طبعا هو يكون سيمبل ويكون سهل وبسيط للغاية لما يكون مع حد متخصص حد عنده مهارة كافية في عالم زراعة الأسنان في الوقت دا مش بيكون فيه مخاطر بنتخوف هنا لأن زي ما حضرتك تفضلت وشارحت كان على الفيديو أن فيه تخطيط جيد جدا قبل بدء عملية زراعة الأسنان صحيح طب إيه أكتر حاجة حضرتك دكتور محمود بتشوفها في الاعتبارات منتشرة قوي في عالم الأسنان والزراعة بتحاول أن العملية دي مشهورة جدا في الزراعة أن حضرتك تخاف منها وأن حضرتك لابد أن تضح في الاعتبار قبل حتة أن نضح حتة الخوف لا الخوف دا بيكون منزوع لما يكون فيه دكة ومهارة حابين نعرف من حضرتك إيه أشهر حاجة موجودة في الاعتبارات اللي بتاخد حضرتك بلك منها أغلبها أغلبها هي حاجة من سميها sinus neumatization يعني توسع الجيب الأنفي بمعنى أنه بعد مدة من خلع الأسنان بيبدأ الجيب الأنفي دا بالهبوط بيه هبوط إحنا شايفين حاليا دلوقتي هنا إحنا عملنا رفع للجيب الأنفي لأن العظم اللي هو موجود لا يتعدد 3 ملي فطبعا 3 ملي دي لو لو مش هنرفع الجيب الأنفي طبعا إحنا هندخل أو هنخرم الجيب الأنفي وده هيبقى فيه infection وحيبقى فيه أما عملية sinus lifting أو الرفع الجيب الأنفي إحنا منرفع الممبرين أو غشاء الجيب تمام وثم بعدين مندخل الزرعة بتاعتنا طبعا تحت تورك معين حاجة اسمها primer stability أو تماث أولي كويس ثم بعدين نحط العضم أو دلوقتي فيه عندنا المسافة اللي إحنا رفعناها من غشاء الجيب الأنفي هنملاها عضم وبعدين منغطي العضم ده في منبرين ومندي فرصة للعضم يلتأم مع عضم الفك الأصلي طبعا الموضوع ده برضو كمان موضوع بسيط تحت التخدير الموضعي يعني الحالة اللي موجودة حاليا الرغم أن أنت أي حد أشوفها من السيد المشاهدين هي عملية دقيقة محتاجة خبرة كبيرة وهل هذه العملية عشان السيد المشاهدين وبعرفين ما عندهم أي تخوف أنها تحت البنج الموضعي لا تحت البنج الموضعي يعني أصبحت عمليات زرع الأسنان بالتقنيات الحديثة هي عمليات أبسط مما كانت يعني إحنا زمان كنا نعمل التشخيص بطرق وسائل بدائية طرق وسائل يدوية لإنما النهاردة أنت بتعمل الجراحة وبتعمل الزرع على العيان على السوفتوير قبل ما تعملها حقيقة فده طبعا بيعلي نسبة نجاح الزرع يمكن يكون دكتور محمود الناس كتير قوي تسمع أن الزراعة بتاخد وقت والزراعة طويلة جدا وهل ممكن مريض يخش للدكتور محمود العيادة يطلع عامل زرع ولا ده صعب ومستحيل عايزين نعرف أن هل فيه زرعات بتتم في وقتها ولا لا ولا كل الزرعات بتاخد وقت لا هو أصبح الترند دلوقتي أنه حاجة اسمها immediate implantation يعني الزرع الفوري immediate implantation ليه احنا الترند على الزرع الفوري عشان موجود معنا صورة دلوقتي او يعني احنا مثلا شايفين في أول صورة على الشمال فوق دي سنة طبعا سنة دي ضعيفة غير قابلة للإصلاح ولا العلاج حنتطر احنا نخلعها وبعدين نركب على طول الزرع يعني ده خلع وزرع في نفس التوقيت في نفس الوقت بالضبط الزرع دي مهمتها أنها تحافظ على العظم أو المكان الموجود بدون أي دوابان أو بدون أي resorption أو بدون أي فقدان هقطعك دكتور محمود في حتة مهمة جدا في هذه الصورة هل الزراعة الفورية قد تكون أفضل في بعض الأوقات عن الزراعة اللي هو إحنا نخلع ونسيب مسافة وفاء ونسيب وقت زمني لحد ما العظم نرجع للم تاني ونرجع نزرع أن أي فيهما أفضل من وجهة نظر دكتور محمود في عالم زراعة الأسنان يعني إحنا لو حنمشي لو حنمشي كده بشكل عام الأفضل كزرع فوري أنا ما بقولش على التركيب الفوري لا على زرع الفوري هو الأفضل للزرع الفوري ليه علشان الزرع الفوري بيحافظ لي على العظم اللي هو موجود يعني أنا النهاردة لو شلت الجدر واستنيت مثلا شهر اثنين تلاتة لما أجي أزرع تاني مش هلاقي نفس الأبعاد اللي كانت فيها الدرس وهو قبل ما يتخلع فبالتالي عشان كده بقى التريند هو موجود أنه نشيل الجدر السنة ونحط زرع على طول وبرضه كمان احنا منوفر وقت على العيام يعني يعني أنا النهاردة لما أنا في حاجة شايفة دكتور محمود في ترتيب الصورة نعم أن حضرتك اشتغلت قبل ما تشيل الجدور بتاعة السنة المخلوعة حاب أعرف ليه حضرتك صممت أنك تشتغل قبل ما تشيل الجدور بتاعة الأسنان في هدف معين كان لحضرتك عشان تعمل كده الحقيقة دي التقنية اسمها DTR يعني هي عبارة عن من خلال جدور الأسنان ثم بعدين بتخلعها الهدف من التقنية دي أنك أنت دلوقتي لما أنت بتخلع جدرين حيتلاقي العظم اللي هو بين الجدرين فيه عشان هو دي رفيع لو أنت جبت مثلا الدريل وبدأت تحفر في العظم الرفيع دا هتلاقي الدريل دا يأما هيحصل أو بيتزحل قدام يلا وراء لكن التقنية دي بنخلي إحنا الجدرين موجودين ومن نعمل دريلين في النص دا الجدرين دول بيضملوني أنه الزرع أو الدريلين بيبقى في النص سنتراليزيشن بيبقى فده بيعمل لي جايد وأنا بعمل الدريلين ثم بعدين لما أخلص الدريلين بتاعي أو شايل الجدرين ويبقى أدخل الزرع ويبقى مكانها موجود لأن أنا حفرت في النص بالضبط فده بيديني موقع متميز للزرع وده موقع الصحة بيساعد الطبيب أنه يختار الموقع السليم لوضع الغرسة بالضبط ويبقى جايد لك دليل مرشد لك الدكتور يعني حضرتك دكتور محمود تفضل أن الشخص لما يكون حابب ويزرع وعنده جدر يشيله ونركب مكانه الزرع أفضل أن نحن نشيل ونستنى فترة كبيرة وبيت ملعض ويرجح تاني فده بياخد مننا وقت وبساعتها احنا بنكون ما عندناش قدرة الاستطاع أن احنا نكمل في الوقت لأن دايما المريض دكتور محمود بيكون حابب يدخل السنتر أو العيادة يقلع أسنانه كويسة هو حابب أن يخش أسنانه وحشة تقلع حلوة ومبسوط وده المشكلة اللي بنواجهها كتير في الأسنان صحيح فدلوقتي دكتور محمود أنا يمكن عايز أعرف من حضرتك أن الأمراض المنتشرة بتلعب دور كبيرة وفي زراعة الأسنان كتير يعني أنا مثلا لو أقول حضرتك الشعب المصري في نسبة كبيرة أو مرضى سك ودايما اللي بيبع عندهم السكر دور بيبع أغني يعني هما اللي بيعملوا زراعة الأسنان هما اللي بيعملوا زراعة الأسنان يعني لأن في ناس بتاخد في الاعتبار أن مريض السكر أو مريض هشاشة العظام أو مريض القلب اللي بياخد أدويت سيولة وغيره ده ممنوح من عملية زراعة الأسنان أنا حاب أعرف من حضرتك هل دي شائعات أم واقع ولا حضرتك تحتمل الصح والصواب الخطأ والصواب يعني هي لا هي تقريبا تحتمل الخطأ والصواب بمعنى إحنا لو جينا مثلا على مريض السكر على سبيل المثال مريض السكر هو مش مش حالة ما نقدرش نزرع فيها لا هو زيه زي الإنسان الطبيعي لكن بشرط تمام أنه يكون الشرط ده هو اللي هيخوف مريض السكر لو بيسمع لحد مرضى سكر ده نستنى يسمع الشرط ده الشرط أنه يكون السكر بتاعه ثابت مستقر ما يبقاش عالي يعني أنت النهاردة لو نسبة السكر بتاعتك خلتها مستقرة مقبولة الليبل بتاعه مقبول السكر التراكمي مقبول ويثابت مش مثلا فترة عالي وفترة واضح لا ده هنا أنا حضملك أنه أنت زيك زي الشخص العادي نسبة نجاحك نجاح الزرع بيبقى نفس زي نسبة نجاح الزرع العادي إنما لو السكر فيه فيه عدم استقرار عدم ثبات أنت عارف مريض السكر ده أولا الالتئام بتاعه أطول من المريض العادي تمام ثانيا مريض السكر عرضة للالتهابات أكتر من غيره وعرضة للإنفكشن ممكن أكتر ولا لا آه طبعا طبعا عرضة للإنفكشن مريض السكر عادة لما بيجيني حتى لو كان كنترول أنا على سبيل الوقاية البروفيلاكسز أنا بديله مضاد حيوي بتتعامل معاه بحرص شديد أوي بحرص شديد علشان تخوفا من أي إنفكشن يوصله أو تخوفا من أن جرحه صعب جدا والتقام فترة كبيرة أوي عشان كده بتكون حريص للغاية مع مريض السكر وفيه فكرة شائعة برضو كان عند مرضى السكر إنه هو بيجي بيضبط السكر بتاعه وقت الزرع وبعدين بعد الزرع بقى إيه يهمل ودي فكرة غلط يعني إحنا النهاردة يعني هو يجي لك العيادة يقولك أنا دكتور بص أنا ضبط السكر وهجل حضرتك مية مية وحضرتك تزرع لي بالظاف لا مريض السكر لازم يحط بعين الاعتبار إن السكر ده لابد إنه يبقى مستقر وثابت وقت الزراعة وما بعد الزراعة إحنا النهاردة مريض السكر بيعاني من حركة في الأسنان السليمة نتيجة السكر وبالتالي إنت النهاردة كمريض السكر لو إنت ضبطت السكر بتاعك وقت الزرع وأهملت بعدين برضو هيبقى في الزرع دي هتفشل مش هتعمر كتير يمكن يكون دكتور محمود على فكرة الموضوع اللي حضرتك فتحنا دلوقتي موضوع مهم جدا في عالم زراعة الأسنان وخصوصا لمرضى السكر ومن النادر جدا أن تلاقي حد بيتكلم في موضوع زراعة الأسنان ويدخل مرضى السكر لأنهم هما أكتر ناس بيفقدوا أسنانهم بسبب أن هما بيكونوا تحت أنكونترول للسكر عندهم صحيح شان كده بيبقى فيه الأخلاخ في أسنانهم وبيفقدوه بسرعة فبيدوروا على عامل الزراعة أنا حابب بس أوضح نقطة مهمة أنه لابد أن المريض زي ما هو أهمل في أسنانه لحد ما وصلت لدرجة أن هي أصبح فيها موبيلتي وتخلعت لا طبعا أصلا الزرعة برضو هيكون نفس الحوار فيها وده الخطر اللي احنا بنقول عليه في مرضى السكر مع زراعة الأسنان طيب مريض القلب هل مثلا زراعة الأسنان بتشكل عائق إمامه ومريض هشاشة العظامبر لا مش العاق يعني على عكس ما بيفكر البعض مشكلة مريض القلب أنه هو بياخد أدوية سيولة مرضى القلب اسمه على قسمين ناس بتاخد أدوية سيولة بروفيلكتك وقائي وناس بتاخد أدوية سيولة كثيرابي يعني كعلاج أحيانا أنا بيجيني حالات بتاخد وقائي الوقائي معناها أنه العيان ممكن يوقف أدوية سيولة طبعا بعد ما بيرجع للدكتور اللي بيتابع معاه المرض طبعا احنا كل حالة فيها حاجة اسمها سيستامي أو أي مرض في الجسم لابد من استشارة الطبيب المعالج المختص لأنه معاه الهستري بتاع الحالة كلها عارف ظروفها فهو اللي يقدر يقول نوقف أدوية سيولة ولا منوقفش ودي بالتالي بتكون لازم نأخذ في عين الاعتبار لما نجي نتعامل مع المرضى دول صحيح أدوية سيولة مشكلتها أنه احنا لما نيجي نعمل زراعة عن عيني من نزيف نزيف في المكان اللي احنا منحط فيه زراعة وبالتالي لما يرجع للطبيب المختص ويزبط له موضوع السيولة يبقى خلاص احنا العائق اللي كان موجود تشال مرضى هشاشة العظام برضه برضه كمان الفكرة الخطيئة أنه هما ما ينفعش عندهم هشاشة العظام أمر مخطئ للغاية قد يكون في بعض الاحتمالات اللي تتيح لهم زراعة الأسنان حب أعرف حضرتك النقطة دي زي ما كنت حضرتك أتقولها النقطة اللي أنا هقولها هي مشكلة الهشاشة أنك انت بس لما تيجي تزرع أسنان تديها وقت أطول من الوقت الطبيعي بمعنى هشاشة العظام نسبة الكالسيوم وبالتالي محتاج وقت أطول علشان العظم يحصل فيه حاجة نسميها أوسيو انتجريشن أو الاندماج العظمي الاندماج العظم اللي هو بيب الزرع والعظم حتة واحدة قطعة واحدة مرضى هشاشة العظام ببساطة إلا الحالات اللي هي الحالات اللي هي سيفير شديدة أوي المرض فيها متطور أو وصل لمرحلة من التطور والإهمال الكبير بدون العلاج فعشان كده بنكون احنا في الوقت ده نقدر نقول أن الشخص ده ما ينفعش معه زراعة الأسنان ولكن أغلبهم ينفع عليهم زراعة الأسنان ولكن الفكرة أن هم مش زي الأشخاص العاديين بعد شهرين ثلاثة أربعة نركب التربوش النهائي لا احنا هنبديهم ممكن تسعة شهور ممكن سنة وبعدين نعمل أشعة مقطعية ونشوف الاندماج أو الاندماج العظمي بين الزرعة وبين العظام لكن احنا في عندنا حالات احنا ركبنا عليها ترابيش ومشى دلغاية دلوقتي دكتور محمود يمكن احنا أخذنا أمراض كتير واتنقشنا فيها خاصة ومتعلقة بزرعة الأسنان في موضوع مهم للغاية وليلة كبيرة زي ما بيقولوا وده من الحاجات اللي بيت منتشر قوي دلوقتي الناس اللي ما عندهمش أسنان خالص وتروح للدكتور يقول له لا انت تعمل تركيبة متحركة فالتركيبة المتحركة اللي هو هيجي يعملها دلوقتي دي هيقول لك انا والله مش طايق ان انا احط حاجة بققي واشيلها عايزين نعرف في الوقت ده بيقول له هعمل لك تكلفة عالية وهنعمل طقم سابت حابب يا دكتور محمود اعرف قد ايه انتو بتعانوا في الحلول ان ازاي تركب طقم سابت لواحد ما فيوش أسنان خالص بص هي زرع الأسنان هو الحل الأمس زي ما قلنا في أول حلقة الحل الأمس المخرج بنزل لنا فيديو نشوفه دلوقتي على الشاشة بيوضح ازاي الأسنان الموضوع اللي احنا بنحكي فيه الطقم بتركب والسابت انا حابب اعرف تفاصيل الامر من حضرت دكتور محمود ما عندنا الهوى موجود احنا هنا مثلا الحالة دي هي عبارة عن حالة عندها أربع أسنان في الفك السفلي متحركة المستوى العظم اللي فيه عنده هبوط في العظم تراجع في اللسة حركة في الأسنان طبعا جه بيطلب حاجة تريحه وتكون سابتة هو كل هام وانا عايز السابت بالضبط فاحنا دي شايفين على الأشعة مستوى العظم انا شايفين ما فيش عظم مسك في الأسنان خالص تقريبا شبه مخلوعين يعني هم محطوطين زينة في بقه بالضبط فاحنا الاجراء اللي احنا عملنا انه شلنا الأسنان دي وحطينا أربع زرعات أربع زرعات دي يعني حضرتك دكتور محمود شلت الأربع أسنان دولة على الرغم اننا شايف فيهم ان فيه سنة معمولة على الجزور بس ما فيش مدى عظمي متوافق مع الأسنان دي عشان كده شناها بالضبط وكانت بالمنظر اللي حضرتك شايفين بالضبط ايه طب يا دكتور محمود اللي موجود ده اللي من فوق يعني احنا دايما بنشوف الزرع اللي شارحتها في اللقاء بتكون مختلف عن ده حاجة بعرف ايه هو الشكل الجديد اللي موجود ده الشكل ده هو حاجة اسمها بول تايب بول تايب هي عبارة عن كونيكشن او اتصال ما بين الزرعة والطأم بحيث انه حاجة اسمها ميل وفيميل كونيكشن او لو حقربها لسه ده المشاهدين هتبقى زي الفيشة مثلا اه فيشة وصلة الكهرباء وكده بالضبط بيخشوا مع بعضهم بطريقة معينة دي دي الاشعة بتورينا الزرعات وهي جوه العضب وده التركيبة اللي هي السطح الداخلي ده هو الطأم السابت اللي هيركب بقى على الزرعات او الغرسات اللي حضاك قمت بها بالضبط بالضبط وده هو السطح الداخلي للطأم وشايفين احنا فيه عندنا اللي هو الرنج اللي راكب وده عبارة عن الطأم اللي هو طبعا العيان يعني الطأم ده مش متحرك طبعا ده ثابت بس فيه يعني حضيره هو فيه رغبة ان يثبته فيه رغبة انه ممكن يشيله اه ممكن يشيله طبعا طيب تمام انا بس عايز اعرف في حتة مهمة جدا انا شايفها في الصورة عشان السادة مشاهدين برضو عفوها دكتور محمود ايه الفراغات اللي ما بين التركيبة نفسها وما بين اللسة وليه موجودة الفراغ ده اه لا هو كل التركيبات كل التركيبات اللي هتبقى على الزرعات لابد ان احنا نسيب مسافة علشان سهولة تنظيف التركيبة نفسها ده علشان العيان يحافظ على حاجة اسمها الأورالهيجيني يعني الصحة الفاموية تمام بدون المسافة دي اه فيه بقايا الاكل هتتحشر ما بين التركيبة وما بين اللسة هتعمل لي التهابات في اللسة هتعمل لي التهابات محول الزرعات اه ممكن تعمل رائحة غير مستحبة لكن لما انا ادي المسافة دي ببدي سهولة للعيان او للمريض اكتر عشان سهولة تنظيف التركيبات دي وما يحصلش اي مضاعفات او التهابات في اللسة او اي دكتور محمود عالم زراعة الاسنان مليه بالشائعات ناس كتيرة جدا تتكلمة عن زراعة الاسنان تقولك يا با ده مكلفة للغاية ده تكاليف باهظة في زراعة الاسنان ناس تاني تقولك دي بتاخد وقت الفترة الزمنية بتاعتها كبيرة اوي مريض تاني يقولك لا دي الوقت بتاع العملية مؤلم جدا ومش تقدر تستحمل الالم اثناء اجراء العملية الزراعة وناس تاني تقولك ان الالم ده بيستمر من اسبوع الاسابيع معينة ويقعد ودي كلها امور انا عايز اتحر الحقيقة منها حقا ناس تاني بقى تقولك الكبيرة بقى دي الجملة الكبيرة اللي بنسمحها لا الزرعة دي او الغرصة دي بتسبب كنصر سبب سرطان لا لا الشائعات دي عايزين نعرفها وهم شائعة فيهم ان هي مكلفة للغاية حابب اعرف تفاصيل الشائعات دي ايه فيها اللي هو الناس صدقة فيه وايه هو اللي فيه الناس مصدقة فيه وعبارة عن شائعات وليس لها اساس من الصحة حابب اعرف كل تفاصيل الامور دي لا اكيد هو هو خلينا نتفق من من البداية انه السنة اللي ربنا خلقها دي يعني لا تقدر بسمن تمام فاحنا انا النهاردة لما اجي اضطر انه اخلع سنة بسبب ضعفها او بسبب تسويس فيها الى اخره لما اجي انا اعوض مكانها لابد ان افكر في حاجة اننا ملمسش اي اسنان طبيعية سليمة اتداخل عليها بشكل غير مبرر النهاردة في زرع الاسنان انت بتتعامل بس مع المسافة الفضية فقط وانت بتوفر عمر سنتين سلام ربنا خلقهم فانا ليه لو العيان حسبها في التكلفة ممكن يقولك لا زراعة الاسنان دي مكلفة لكن على النقيد تماما انا شايفها بالعكس هو التركيبات وبرد الاسنان هو هيكلفها بكتور محمود شايف ان ما هي تبرد الاسنان عشان تركب تركيبة جسر او كبري يعني الجسر او الكبري ده بيأثر فيما بعد على عمر السنة نفسها صحيح يعني وفي نفس الوقت بيكلفنا فقدان لحاجة ما تتقدرش بتاما زي ما حضرتك قلت رايحة عوض سنة ابتديت ابرد سنتين يبقى اذا في النهاية هيضيع مني تلاتة لان الفترة العمرية لتركيب الاسنان مش فترة كبيرة زيها مقارنة بغرس الاسنان طبعا هي تركيبات الاسنان ليها مشاكل كتيرة يعني اولا تجميع بقايا الاكل تحت التركيبة ثانيا الرائحة الغير مستحبة ثانيا ثالثا صعوبة تنظيف التركيبات دي رابعا والاهم التركيبة دي لها عمر والعمر بتاعها قصير لانه انت النهاردة المستوى الليسة هو مش ثابت مستوى الليسة مع الوقت بيحصل له شوية او شوية تراجع الفكرة السائدة عند الناس انه هم ركب تركيبة دي حتروح طول عمره وده خطأ لابد انه يكشف على التركيبة كل مثلا سنتين كل تلاتة كل اربعة ما يصيبش تركيبة عشرين سنة لان انا بيجي لي عينين مثلا بيقول لي انا كبري بتاعي واقع عايز لزاقه هو عن حسن انه عايز لزاقه طب بقاله ايه الكبري ده بقاله عشرين سنة طيب اجي ابص كده الاقي مفيش حاجة شيلة شيلة الكبري ده يعني الاسنان يلي هي شيلة الكبري تآكلت وبيت للخلق علشان احنا الموضوع بتاع زراعة الاسنان ده موضوع كبير للغاية محتاج اكتر من حلقة مع قيمة علمية كبيرة زي دكتور محمود سكر محاضر دولي في زراعة الاسنان النقطة اللي حابب اختم بها الحلقة بتاعتنا النهاردة الفترة الزمنية بينجاز ازاي الانسان بيزرع ويقول له بعد ثلاث شهور تعالى بعد أربح شهور تعالى بعد ستة شهور تعالى ليه ايه الفكرة سريعا كده في الموضوع ده الفكرة ان احنا مندي فرصة لحاجة اسمها الاندماج العظمي بين الزرعة وبين العظم يعني بمعنى انك انت النهاردة بتحط حاجة مش سبتة وتيجي تحمل عليها فمش هتستحمل تمام غير لما تبقى في حاجة سبتة وانت بتحمل عليها فانت ضامن انه هي تستحمل الفترة دي بتخليك ان انت بتدي فرصة للزرعة ان هي يحصل اندماج مع العظم كده بطريقة قوية جدا بالضبط وده هو اساس الزرعة لكن في بعض الحالات في بعض الحالات احنا منضطر ان احنا نركب بشكل اميديت علشان في مناطق معينة احنا ممنقدرش نتهاون فيها زي مثلا الاثستيك زون على سبيل المثال منركب منضطر نركب عليها كراونات اللي هو نسميها تركيبة مؤقتة علشان الشكل والكلام وإلى آخره لكن بعد الفترة دي احنا منركب بقى الفاينل او اللي هو التركيبة النهائية بعد الفترة دي دكتور احمد لو انت عايز تشيل الزرعة من العظ ما بتتشالش يعني اصبحنا ان الزرعة بمتماسكة جدا للغاية في العظام علشان كده بتكون قوية وانت بتكون ضمانة للنجاح بتاع الغرسة بدقة كبيرة بتعدي ممكن التسعين في المية يعني حسب ما أنا قرير في بعض النظريات انه بتعدي التسعين في المية وحيانا بتوصل خمسة وتسعين في المية نسبة النجاح كل ما يكون فيه اندماج عظمي قوي مع الغرسة نفسها دكتور محمود حابب اسمع من حضرتك يعني كلمة بس كده او جملة من حضرتك تنهي بها الحلقة معانا النهاردة بما اننا احنا سعداء للغاية مع وجود حضرتك اليوم في برنامج صحة المواطن شخص قيمة علمية كبيرة او في عالم زراعة يسنان ساعدنا به وقدم علم للسادة ومشاهدين حابب اسمع من حضرتك لو ليك كلمة اخيرة حابب توجهها البرنامج والوقت عدى بسرعة انا بس حابب اقول حاجة انه تلقيت كذا دعوة في لقاءات على الهوى كتيرة ولكن النهاردة انا لبيت الدعوة علشان حضرتك دكتور احمد اهلا لك انت اعلامي كبير رقم واحد رقم اثنين دكتور اثنان ف انت اغنيت الحلقة بنقاط علمية كونك ان انت حضرتك دكتور اثنان ونقاطهم المواطن نفسه كونك ان انت اعلامي فحضرتك امتعتني شخصيا انا اللي بشكرك دكتور محمود جدا للغاية على كلامك الطيب ربنا يبرك في حضرتك جدا ودائما نستفيد منك والناس كلها تستفيد بعلمك عزاء السادة المشاهدين وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا ونلتقي سويا بإذن الرحمن الجمعة القادمة السبع مساء في برنامجكم صحة المواطن